السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكو حبابي طلاب الصفة العشر اليوم نأخذ الدرس الثالث مناخ فلسطين كثير سهل وكثير بسيط نشوف شو المناخ اللي احنا العرض اللي احنا ساكنين عليها يلا خلينا نبلش المناخ والطقس نشو المناخ قلنا يا حلوين المناخ حالة عناصر الجو لمنطقة خلال فترة شو مالها طويلة بينما الطقس حالة عناصر الجو لمنطقة محددة لفترة قصيرة المناخ لفترة طويلة الطقس لحالة محددة وقصيرة واضح شو الفرق بين المناخ والطقس طيب نعطيكم الاجابات باش ما قم معطناش الاجابات طيب ثواني بس هذا هو الفرق بينهم تغيرات تطرأ على مناخ فلسطين ممكن ترتفع مدرجات الحرارة وممكن يتأخر موسم سقوط المطار وتذبذب سقوط الأمطار بمعنى ممكن مرة تيجي بسرء كثير مرة قليل مناخ فلسطين والعوامل المؤثرة فيه شو بيأثر في المناخ طلع هنا المناطق الحرارية في العالم هي منطقة استوائية في النص نار الجهنم في النص هي بتكون طلع منطقة معتدلة فلسطين من المناطق المعتدلة لا هي قطبية ولا هي مدارية هي بتوقع من المعتدلة نصنف المناطق الحرارية في العالم المناطق الحرارية هي بين 5 درجة لـ 5 درجة شمال وجنوب خط الاستواء هيا هون منطقة الاستوائية 0 لـ 5 شمال وجنوب خط الاستواء المدارية من 23.5 لـ 5 جنوب خط الاستواء شمال جنوب خط الاستواء المنطقة المعتادة لها من 23.66 ونص شمال جنوب خط الاستواء والمنطقة القطبية من 66.90 شمال جنوب خط الاستواء كيف يكون مناغخ فلسطين لو كان موقعها بين 0.05 كان حراري استواء ايش كان شوئين باعتصار حار وماطر طوال العام نبين موقع فلسطين على البحر المتوسط واثروا في مناخة فلسطين موجود في مناطق الساحلية والجيب السفوح الجبلية من جبال فلسطين ضمن مناخ البحر المتوسط المعتدل ويتميز صيف حار وشتاء مارو ماطر اذا يتصف مناغ فلسطين بالتنوع على الرغم من صغر مساحة حتى بفعل لدت عوامل الموقع الفلكي هذا الموقع الفلكي لفلسطين ضمن المنطقة المدارية والمعتدلة بين دائرتين عرض 29.30 و3.15 شمالا الاعتدال مناغ خصيفا وشتايا بشكل عام ومع ذلك تختلف الظروف المناخية في فلسطين من منطقة الى اخرى الموقع الجغرافي ادى امتداد فلسطين على ساحل البحر المتوسط جعل المناطق الساحلية والسفوح الغربية من جبال فلسطين ضمن مناخ البحر المتوسط اللي بتميز بصيف الجاف الحار المعتدل وشتاء الماطر المعتدل التضاريس وجود السلاسل الجبلية امتدادا الشمال الى الجنوب بارتفاع عن سطح البحر جعل السفوح الغربية معتدلة الحرارة صيفا منخفض الشتاء وزيادة كمية الامطار الساقط عليها على العكس من السفوح الشرقية منطقة الاغوار تمتاز بقلة امطارها بارتفاع درجة حرارتها بسبب وقوعهما في منطقات ظل المطر شعن منطقة ظل المطر لو تجد تطلع هاي هنا الرياح الرطبة هاي شايفين الرياح بتطلع بتطلع منطقات ظل المطر يعني ما بتصلهاش الامطار واضح هاي كلها تتضر في الجبال وهذه يعطيها العافية ما بصلها ولا ايش هي المنطقة التي تقع خلف الجبال غير مواجهة للرياح الرطبة وتتميز بقلة الامطار مناخ المناطق الشرقية فيما لو كان امتداد جبال فلسطين من الشرق الى الغرب كان بوصول مؤثرات البحرية اللي بتلطف من درجة الحرارة وتسمح بسقوط الامطار عناصر مناخ فلسطين شو عناصر الطقس والمناخ اللي وردت في النشرة اللي هنا ثلاث شغليات درجة الحرارة الامطار والرياح همية متابعة حالة الطقس عشان تسير حركة الملاحة والنقل والزراع اذا تعدى درجة حرارة الضغط الجوي والرياح والامطار هم عناصر المناخ بتختلف من منطقة الى اخرى في فلسطين حسب العوامل المؤثرة بناكس على تباين الاحوال الجوية والمناخية فيها زي درجة الحرارة درجة الحرارة يعني من كل شهر الاخر بتختلف منطقة الى اخرى متوسط درجة الحرارة السنوي في السهل الساحل عشان بتأثر مؤثرات البحر المتوسط متوسط درجة الحرارة السنوية في المناطق الجبلية بسبب الارتفاع في الغور هضبة النقب السنة بثلاثة وعشرين بسبب البعض على المؤثرات البحرية بعد شهر كانون الثاني ابرض شهور السنة في فلسطين وتموز اكثر شهور السنة ارتفاعا في درجات الحرارة الضغط الجوي بتباين الضغط الجوي في فلسطين بين الصيف والشتاء في فصل الصيف تخضى فلسطين لمركز الضغط الجوي المداري الشمال المرتفع الأزوري لجزر أزور في المحيط الأطلسي اللي بيحول دون وصول المؤثرات البحرية والمحيطية القادمة من الغرب هذا بيأدي للجفاء في الشتاء بتراجع مركز الضغط الجوي نحو الجنوب وبتندفع كتل هوائية من مصادر مختلفة على فلسطين بصاحبها منخفضات جوية ما بتعمل استقرار الأحوال المناخية وممكن تقسيم الكتل الهوائية بتأثر فيها فلسطين في عندها قارية باردة من الشمال والشمال الشرقي من آسيا وأوروبا تكون هواها بارد وجاف قطبي بيكون ايه؟ أكيد قطبي ما من اسمه واصدرها للقطبية الشمالية قادمة من الشمال الغربي وكتل بحرية محيطية باردة بتسبب سقوط الأمطار الرياح أنواع الرياح بتختلف على فلسطين بين فصلي الصيف والشتاء على النحو الآتي في أن في الصيف زي الرياح الغربية والشمالية الغربية بتوب نهارا على شكل أنسمة قادمة من البحر المتوسط بتلطف الجو خاصة في المنطقة الجبلية الشرقية والشمالية الشرقية بتوب في أواخر فصل الصيف رياح جافة وحارة نسبية بتاديل رفع درجة حرارة الجو الرياح الخمسينية بتتميز بحرار جافة ومحملة بالغبار بتهمنا المناطق الصحراوية الجنوبية بتعمل رفع درجات الحرارة رياح فصل الشتاء في عنا الرياح الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية الشرقية هي باردة وجافة بتجي من المناطق الشرقية الباردة بتبقى بالمرور المنخفضات الجوية وبتعمل على خفض درجات الحرارة الجنوبية الغربية المرافقة لمنخفضات الجوية بتكون مصحوبة مع واصف رعدية بيصحبها سقوط الأمطار الشمالية الغربية تعقب المنخفضات الجوية رياح باردة نسبياً تؤدي إلى تصفية الجو من الغيوم الأمطار يقسم موسم سقوط الأمطار على فلسطين لثلاث فترات هي الأمطار المبكرة اللي يفصل الخريف الشتوية مصاحبة للمنخفضات الجوية وتسقط الأمطار على فلسطين لفصل الشتاء وبهذا دول الأشهر يسقط ماليسبة 72 من المجموع الكلي في عنا الربيع ينزل فصل الربيع زي الأمطار يسقط فصل الربيع تتفوت كميات الأمطار الصغط منطقة الأخرى على فلسطين ويزداد مهادة سقوط الأمطار عن مناطق الساحلية والجبلية عشان الرياح الرطبة اللي تكون جاي من البحر المتوسط وبتقل في المناطق الشرقية والجنوبية بسبب وجود الحواجز الجبلية بتكون منطقات أيضاً للمطار والمقصود بالإقليم المناخي أقليم المناخي هي منطقة إلها نفس عناصر المناخ أو إلها نفس المناخ أضوه المعرفة أستاني أجب الكوية أيوان منطقة محدد جغرافياً وفلكياً لها خصائص مناخية ونباتية بتميزها عن غيرها من المناطق الأثار مترتبة على تنوع الأقاليم المناخية أفسي محاصل زراعية متنوعة وأشجار نباتات وتتنوع الخصائص المناخية إذن في فلسطين أقاليم مناخية متنوعة وكل إقليم بامتاز بخصائص مناخية ونباتية وحيوانية بتميز غيره من الأقاليم شو الأقاليم هاي؟ أول إش البحر المتوسط زي السول الساحلية السفوح الغربية متواصل مناخ خحار جاف صيف ومتد الماطر شتاء متراوح كمية الأمطار بين 400 إلى 900 سنوياً أضب الزي بساعة زراعة المعصر الشتوية لأسجار المثل الميرة الأقاليم شبه الجاف شبه الصحراوي بسود في جزء الشمال والأوسط من الغور شمال النقب والسفوع الشرقية من جبال فلسطين متميز بالمناخ الحار والجاف صيفاً وشبه الجاف والدافئ شتاء أمطار تتراع بـ 150 إلى 300 سنوياً عشان يكتم تزراع فيه على ماياه الرأي الأقاليم الجاف الصحراوي في صحراء النقب ودعرب منطقتين البحر الميت والغور وتصف مناخ الحار الجاف صيفاً ودافئ شتاء الأمطار قليلة جداً من 50 إلى 150 مناطق شبه قاح التي تنتشر فيها بعض النباتات الصحراوي شو الأقاليم المناخ يا حلوي منطقة جغرافياً محددة وفلكياً إلى خصاص مناخية ونباتية بتميزها عن غيرها ندروه على إشي المهم اللي كلنا جينا مشان صح ولا لا ولا الشريح حصناً هاي المادة ما بتنشرح هاي المادة بالديح وبتحفظ صح وغلط يلا يا حلوين الصفة العامة لموناخ فلسطين معتدل إلا أنها في المنطقة الاستوائية غلط لو أنه معتدل آه معتدل بس مش أنا في المنطقة الاستوائية بعد شهر كانون الثاني أبرد شهور السنة أما شهر تموز سيعد أكثر شهور السنة حرارة نعم الأقليم المناخي هو منطقة محددة جغرافياً وفلكياً صحيح تمتاز رياحة الخمسين بين هاراتبال خمسيني أكيد جافة يسوذي الأقليم الصحراوي الشبه الصحراوي في الأجزاء الشمالية من القور صحيح أذكر عناصر المناخ فلسطين الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار أضغو لهم الجواب أوضي حثر جبال فلسطين على مناخ هيا هون جعل سفوحة الغربية متدلة الحرارة صيفاً منخفضة شتائن زيادة كمية الأمطار الساقطة عليها هذا هو الجواب يسمي أنواع الرياح التي تهب في فلسطين في فصلايا الصيف والشتاء في عناف هنا في الصيف الغربي والشمال الغربي والشرقية والشمالية الشرقية والخمسينية هذا صيف شتاء الشرقية والجنوبية والغربية مرافق المخفضات الجوية والشمالية الغربية اللي بتعقب المنخفضات الجوية وصنف الأمطار بتسقط على فلسطين الأمطار المبكرة الخريفية والشتوية والمتأخرة الرابعية وعلى الما يأتي انخفاض متوسط درجة الحرارة السنوية في المناطق الجبلية 16 درجة وارتفاعه في الأغبار وصعراء النقاب حوالي 23 درجة مئوية طيب ليش بسبب الارتفاع أما في الغور هضبت النقاب 23 بسبب البولة المؤثرات البحرية هايه الفكرة هذا محظوف ما بديه سقوط الأمطار على فلسطين في فصل الشتاء عندما سقوط عليها في فصل الصيف ليش في الاشتاء؟ لأنها مصاحبة المنخفضات الجوية بتسقط الأمطار على فلسطين في فصل الشتاء بسبب المنخفضات وعشان فصل الشتاء وبسبب 72% من المجموعة الكلي الأمطار السنوية يعني كلها تبينزلوين في الشتوي اختلاف كمية الأمطار في منطقة السهل الساحل يعانا في منطقة الأغوار بسبب زيادة كمية الأمطار بتعرضها لمؤثرات البحرية الرطبة وبتقل في منطقة الأخوار سبقها في منطقة ذي للمطر بعدها عن المؤثرات البحرية وهذا هو الدرس يا حلوين ودرسه منيح تحفظه منيح بيعينك والله شو الواحد يسويك الحياة إلى اللقاء